رد مفاجئ من بسمة بوسيل على خطوبة تامر حسني وجليل المغربية ودانيال رحمي بين أحضان ممثل سوري وسيم ظهر كل من الفنان المصري تامر حسني وزوجته مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل في لقطة رومانسية ردا على شائعة ارتباطه بالفنانة جليلة المغربية وحرص الزوجين على نشر الفيديو نفسه ليؤكدان أن علاقتهما قوية ومستمرة وردا على هذه الشائعات التي تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر تامر حسني على خاصية للسوري على انستجرام فيديو له مع زوجته بسمة بوسيل في دبي أرفقه بتعليق مع زوجة الحبيبة وبدورها نشرت بسمة بوسيل الفيديو نفسه عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة على انستجرام هذا وكان تصدر اسم المغربية جليلة مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خطوبتها رسمياً واستعراض ختمها الألماسي في فيديو نشرته عبر حسابها في انستجرام لكن لم يكن خبر خطوبة جليلة ما شغل بال رواد السوشيال ميديا بل هوية عريسها المجهولة وكذلك سبب اختيارها أغنية الفنان المصري تامر حسني عمري ابتدى في فيديو الإعلان الرسمي عن ارتباطها وقد ذهب البعض إلى أبعد من ذلك وخمنوا أن يكون تامر حسني هو خطيب جليلة مشيرين إلى أنه ارتبط بها على زوجته مصممة الأزياء المغربية باسم بوسيل وما زاد من حدة هذا الأمر هو ديكور المنزل الذي ظهرت فيه جليلة في الفيديو والذي تستعرض فيه ختمها الألماسي والذي قارن المتابعون بينه وبين ديكور منزل تامر حسني مؤكدين أنه منزل الأخير ومن ناحية أخرى انتشرت صورة الممثلة لبنانية دانيالا رحمي وهي تجلس في حضن زميلها السوري محمد الأحمد مواقع التواصل الاجتماعي وفي التفاصيل نشرت الممثلة لبنانية دانيالا رحمي صورة تجمعها بالممثل السوري محمد الأحمد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وذلك من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسلهما للموت والذي عرض الجزء الأول منه في شهر رمضان الماضي ولاقى نجاحا كبيرا